نبدأ نبسط للناس الأول يعني إيه شركة نشاء أو ستارتاوب زي ما هو معروف وزي ما كنت بقول إحنا معظمنا نعرفها من تطبيقات بقينا بنتعامل معاها ندفع بيها خدمة يعني بتقدم خدمات للمواطنين هو طبعاً فيه اختراف كبير فيه ما بين الشركات التقليدية والشركات الستارتاوب أو الشركات اللي معافش بيسموها بالعربي إيه بقى اللي هي الشركات النشاء وفقاً له مصطفات خاصة وبالمناسبة مش معنى أنه ستارتاوب أو شركات نشاء أنها الجزء الأقبع المشاع أو المعروف عنها أنها شركات اللي بتستخدم تطبيقات صحيح أو اللي بتقوم على تطبيقات بس مش معنى كده أنه ستارتاوب كلها تطبيقات هو الأبليكيشنز اللي بتستخدم دي مؤكد أنها بتعمل أكسليديت أو بتسرع نسبة الرواق واستخدام الخدمة أخزن في الأعتبار أنه الموضوع مختلفين ما بين الشركات التقليدية وشركات الستارتاوب الاختلافات بداية أنه الستارتاوب عادة بيبقى عمل غير تقليدي عمل مش معروف والفكتة بتبقى جديدة وعشان الفكتة بتبقى جديدة عادة بيبقى البيزنس موضل بتاعها لسه بيشكل يعني لو شركة تقليدية البيزنس موضل بتاعها بيبقى معروف نقدر أن نحدد تكلفها نقدر أن نحدد إيراداتها نقدر أن نحدد ربحيتها الكستريكافر دي هتسترد بعد فترة زمنية قدية لكن في حالة الستارتاوب البيزنس موضل لسه بيعاد تكوينه أو تشكيله وبيختلف من مشوولها والقامد الثاني الأقصى الأهمية وخطورة أنه الشركات التقليدية البيزنس موضل بيبقى فيه نوع من الاستقرار الفنانيش ايستركشور أو هيكل التمويل بتاعها تقريبا بيبقى تقليدي عاد فين هنجيبه منين عن دورة العمل أو دورة التشغيل هتاخد فترة زمنية قد إيه الأطباح هتبقى شكلها عامل إزاي نقدر نعمل بيزنس بلان بسهولة في حالة الستارتاوب الموضوع بيبقى مختلف لأن الفكتة بتبقى مش تقليدية الفنانيش ايستركشور بيبقى غير تقليدي فيه شغف ربحية مش هي المعيار الأقصر أهمية يعني المعيار الأقصر فيه متعلق بالشركات التقليدية ربحية معيار زوء أهمية قصو في حالة الستارتاوب مش ربحية بقاعد ما هو البينيشتريشن ريت أو اللي هو فكرة إلى أي مدى الشركة بتنمو وبيبقى بسرعة كبيرة يعني الشركات التقليدية اللي بتنمو ب10-20-30% الشركات الستارتاوب ممكن تنمو فيه بومنج فعلا بشكل كبير جدا بومنج 11% أو 2000% وده بيعمل حالة مش بس حالة أنه فيه فكرة أنه فيه مؤامدة أو فيه سوء نية لكن هو الفكرة كلها عشان البيزنس موضل جديد فعادة الشركات اللي بتنمو بمعدلات كبيرة للغاية ما لم يكن الإدارة عندها فيجن واضح احتمالات التعصر تبقى عالية جدا دكتور شامح العود ومتكلم عن مسألة الإدارة دي لأنه فيها تحديات كبيرة ويمكن طبعا كلنا سمعنا عن الحالة اللي حصلت مؤخرا في إحدى الشركات إن أشألة